قال لك الله حي قيوم ما معنى أن يكون الله قيوم قيوم معناته هو يصرف في هذا الكون كيف يشاء بالمناسبة كيف يشاء تعني بقانون لأن الله سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون سنة في هذا الكون فالقانون الطبيعي هو من سنة الله زين وين دور الله عاد دور الله أنه ما تحصل حادثة إلا وهي احتمالية من الذي يختار ما بين الاحتمالات يعني أنا إذا أذب هذا الكتاب راح يوقع على الأرض بالجاذبية بالجاذبية بس علم الفيزياء المعاصر يقول لي هذا الوقوع هو ليس حتميا كيف كانت الجاذبية قبل سقوط طفاعة نيوتر مثلا قل لي أنت ليست حتمية أيضا ممكن أن تسقط وممكن أن لا تسقط بس راح واحد يقول لي أنا مليون مرة لو أسقط التفواح راح توقع أقول له صحيح لأنه هذا أنت تتعامل مع عالم ماكروسكوبك يعني العالم الكبير في العالم الكبير الاحتماليات المعاكسة للقانون الطبيعي أو للمعتاد خلي نقول مش معاكسة المعتاد معاكسة المعتاد ضئيلة جدا لاحتماليات النار تحرق القطن التفاحة اللي تقول عليها تسقط إذا تركتها من إيدي يعني راح تسقط لكن هذا مو حتمي إذا توفرت شروط الظاهرة كلها فلا يعني ذلك حصولها حتمية